عرض الادعاء في محكمة بريطانية المزيدة من الوثائق والمكالمات الهاتفية في قضية احتيال خطيرة قضية تورط فيها أربعة مسؤولون سابقون في بنك باركليس متهمين بدفع روشة بالملايين إلى قطر من أجل ضخ مستثمرين قطريين المليارات من الجنيهات في البنك محكمة قد تستمر ستة أشهر تخبط وذعر هو الشعور السائد في أرويقة بنك باركليس الذي كان على حافة الإفلاس في ذروة الأزمة المالية هذا ما كشفته وثائقه في أكبر محاكمة لمصرفيين تشهدها بريطانيا وتورطهم في جرائم احتيال مع قطر ريتشارد بوث أحد المتهمين الأربعة في القضية عبر في مكالمة هاتفية مع جوديث شابرد كبيرة الفريق القانوني في البنك عن كرهي لالتفاقية مع المستثمرين القطريين شابرد ردت عليه شعور مشابه في إشارة إلى المطالب القطرية بغية إعادة سياغة الاتفاق لتقديم قطر القابضة استشارات استثمارية إلى جانب العمولة التي سيحصل عليها صندوق السيادة القطري الذي كان يترأسه رئيس الوزراء السابق حمد بن جاسم وشركته الخاصة تشالنجر الأدلة التي عرضها الادعاء على هيئة المحلفين كشفت تفاصيل حجم الاستثمارات التي كان يعول عليها البنك لتجنب خطة إنقاذ البنوك المتعثرة في تسجيل هاتفي بين المتهمين ريتشارد بوث وروجر جينكنز الذي فاوض على جلب ملياري جنيه من قطر انتقد الاثنان خطط البنك لتفادي التأميم الحكومي لأن البنك لم يتصل إلا بأربعة صناديق سيادية للاستثمار كما أن الرئيس التنفيذي السابق جون فارلي سيفقد وظيفته في حال فشل في تفادي خطة الإنقاذ الحكومية المتهم الرابع في قضية فساد واحتيال باركليز وتورط قطر فيها هو توم كالاريس وهي أول ملاحقة دولية مرتبطة بالأزمة المالية مصطفى زارو العربية لندن معنا في الستوديو الكاتبة الصحفية البحرينية سوسان الشاعر سيدة سوسان أهلا بك معنا في العربية أولا قراءتك لمجريات هذه المحاكمة وأحدث المكالمات والمحادثات أيضا والوثائق التي تم الكشف عنها هذه المحاكمة الآن ليست الأولى في تاريخ قطر يبدو وستتوالى أيضا فضائح أخرى بعد كأس العالم والفضائح التي انتشرت حول كيف حصلوا على الكأس بالرشاوة وقضايا الفساد التي صاحبتها تأتي هذه القضية الثانية لتثبت أن الطريق مستمر يعني بنفس النهج دفع المال من أجل كسب التأييد الآن دفع المال لرشاوة فضيحة كبيرة كان ممكن تغطيتها ولكن لأن هناك متضررين كما هو معروف البنك باركليز كان في ثلاث بنوك كانوا عرضة للإجراءات القانونية أثنين التزموا وهذه بريطانيا الآن يعني تقول أن هذا تنافس غير عادل نحن التزمنا كبنكين بهذه الإجراءات مع عدل باركليز لم يلتزم باركليز التجى إلى الالتفاف على القوانين حتى ينقذ نفسه لو حتى آخرين رغبوا بالتستر عليها فأن البنوك التي تضررت من نتيجة التزامها بالقانون لا تسكت هذه الفضيحة الآن للتو بدأت تكشف عن رأس جبل الجليد وكما رأينا أول ملاحقة دولية تم اليوم نشرها ستشهد يبدو أن ستشهد ملاحقات دولية أخرى قد تطال رئيس الوزراء السابق لقطر كيف من المتوقع أن تكون انعكاسات وتأثيرات هذه الملاحقة الدولية الأولى من نوحة المتعلقة بالأزمة المالية هو طبعا يعني الجريمة الراشي والمرتشي لاثنين الطرفين دائما يحاكموا ليس طرف واحد فقط يعني الصندوق السيادة القطري لن ينجو أيضا حتى من هذه لا يستطيع أن يدعي أنه ما كان يعرف يعني كان هذه الأمر بعلمه فالآن دولة وليس فقط شخص نحن نتكلم عن شخص عادي نتكلم عن رئيس وزراء لما تمت العملية كان هو بمنصب رئيس وزراء فهو يتحدث باسم دولة الفضيحة لا تطال يعني شخصية جنائية فقط يعني منح جنائي فقط من مداولي أيضا بس يبدو أن قطر تعودت على هاي الفضائح يعني بعد فضيحة كأس العالم وهذه الفضيحة يبدو أن الأمور تسير بشكل عادي عندها أثرت نقطة مهمة يعني أستاذة قطر تعودت على الفضائحة هل تعود المجتمع الدولي يعني هل يمكن لهذه الفضائحة أن تؤثر على قطر ومساقيتها وتعاملاتها المالية الدولية أم ليس مع الأسف أختي يعني شوفي أمس أو أولمس وزير خارجية فرنسا يدعم قطر رغم أن الفضيحة صار لها أكثر من أسبوعين الآن متداولة واسم قطر متداول ولكن وزير خارجية فرنسا ينسى هذه الفضيحة وهم يدعونه أنه كقيم ومبادئ ومثل ولكن عندما تأتي المصالح تتراجع للوراء نفس الموقف فرنسا أو حتى ألمانيا مع إيران يعني هم يعلمون بأنشطة إيران في المنطقة وسموها أنشطة شيطانية ولكنه تدخل دعم لإرهاب ناس تموت ولكن في سبيل المصالح التجارية الموجودة بين ألمانيا وفرنسا وإيران يتم التسويف والمماطلة في العقوبات على إيران حتى لا يخسرون مصالحهم التجارية فيبدو أن المال سيد الموقف في هذا العالم اليوم الآن لو نتحدث عن ما حصل يعني كل مرة قطر تعود إلى الواجهة الإعلامية تعود بفضيحة كيف يمكن تفسير ذلك وهذا السلوك القطري نشوف الإعلام القطري الآن طبعا تعتيم على موضوع باركليز لا ما فيه لأثر في قناة الجزيرة صاحبة الرأي والرأي الآخر وحتى في الصحف القطرية ولا حتى في التلفزيون القطري ولكن يبدو أن قطر تظهر إلى الواجهة رغما عنها دوليا في فضائح إنما في الإعلام التي تداوى القضايا المقاطعة والأمن العربي وما يهمنا هي تفتع للمشاكل معنا هي تدعي المظلومية تدعي الحصار لكن بالنسبة للعالم الخارجي يعني المجتمع الدولي لا يعني قطر أصبحت ملازمة في أخبارها إما برشاوة إما بإرهاب إما بفبركة قصص وقضايا واختخال خابث المحدث مع واشنطن بوست في قضية خاشقجي فكل طريق ملتوي ستجدين في الواجهة قطر هو المتصدر الملفت في اعترافات المصرفيين البريطانيين كان هناك اعترافات مهنة ومذلة كذلك لحمد بن جاسم يعني كيف يمكن تفسير أو شرح هذه الحالة التي وصل فيها من الإذلال في التعامل مع البنك البريطاني هنا نتذكر الاتفاقية ما بين قطر وتركيا فيها من الإذلال ما فيها وقبلت قطر أيضا متعود على الإذلال لأن الاتفاقية العسكرية أو الأمنية بين قطر وتركيا ألزمت قطر حتى بغسيل وكي ملابس الجنود الأتراك ألزمت ومنعت قطر من محاكمة أي جند تركي في قطر أو الدخول إلى المواقع التركية وهو يعني السيادة التي تدعي قطر أنها حريصة عليها انتفت في التفاقية الأمنية مع تركيا وقبلت بهذا الذل هذا إذلال لدولة ذات السيادة نفس العملية بالنسبة لباركليز الرئيس التنفيذي يقول أنه تعمد إذلال رئيس وزراء قطر تعمد أن يأخر المكالمات تعمد أن ما يرد على تليفوناته علا وعسى يتراجع ولكن يبدو أن كان حمد بن جاسم وقتها في حاجة إلى 600 مليون اللي طالبها فقبل بالمذلة على الرحب والسعى شكرا جزيلا أن توجدك معنا هنا في الستوديو والكاتبة والصحفية البحرينية شكرا لك شكرا لك شكرا لك